وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي إن أردتم أن تفصلوا عنكم زوجاً أي امرأة تزوقتموها لتستبدلوا أخرى غيرها ففي هذه الحالة إنما يجب عليكم أن تراعوا حقها وآتيتم إحدهن قنطار مع كونكم آتيتم واحدة من هؤلاء النساء اللواتي تريدون أن تستبدلوا أخريات بهم قنطاراً والقنطار هو المال الكثير وإن اختلفوا في تحديده قيل القنطار هو ملء جلد ثور من الذهب وقيل هو مئة رطل من الذهب وفي الفضة هو ثمانون ألف درهم وقيل هو ألف دينار من الذهب وقيل ألف ومئتان وقيل ثمانية آلاف دينار وقيل غير ذلك كما سبق ذلك في آل عمران معنى هذا أن الرجل لا يحل له أن يسترد شيئاً ولو كان الذي آتها إياه وصل هذا المبلغ بحيث كان مالاً كثيراً جماً وصل إلى حد القنطار فإنه لا يحل له إن أراد استبدال زوج بما كان زوج أن يأخذ من هذا الذي آتها شيئاً ولو كان شيئاً يسيراً وليس للشرط هنا مفهوم ذلك لأن الغالب الذي جرى عليه عمل الناس في ذلك الوقت أن أحدهم كان إذا أراد أن يتزوج امرأة مكان امرأته السابقة لكرهه إياها أي لكرهه لمرأته التي عنده ورغمته في المرأة الأخرى التي يريد أن يتزوجها كان من شأنهم أن يضايقوا نساءه فكانوا يبهدونهم بنسبة الفحشاء إليهم وفي هذا تضييق عليهم وهذا مما يلجئهم إلى محاولة التخلص منهم بالمال الذي لهن عليهم حيث لما كان الغالب عليهم ذلك جاءت الآية الكريمة لتتحدث عن هذا الحكم من غير أن يكون لهذا الشرط مفهوم مخالفة لأن المنطوق إذا سيق مساق الأغلب المعتاد فلا يؤتد بمفهومه المخالف وما هنا كذلك وقوله وآتيتم يحناهن قنطارا هذا الإيتاء إنما هو الالتزام سواء دفع ذلك إليها أو لم يدفعه إليها فإن كان ملتزما بقدر من الصداق ولو كان قدرا كبيرا بحيث كان قنطارا ليس له أن يستدم منه شيئا أو ليس له أن يماطلها في شيء منه إن كان لم يؤتها إياه مدام التمزم ذلك فعليه أن يوفيها إياه سواء سلم ذلك إليها أو لم يسلمه إليها وكان ذلك في دمته في دمته عليه أن يوفيها ملتزمة من هذا الصداق قليلا كان أو كثيرا والدليل على أن الإيتاء هو نفس الالتزام قول الله سبحانه وتعالى إذا سلمتم ما آتيتم فالتسليم إنما هو بعد الالتزام وقوله آتيتم هنا أكثر العلماء قالوا بأن الواوى الداخلة عليه هي واو الحال أي وقد آتيتم إحداهن قنطارا وقالوا بأن الأطف هنا لا يسوء ومن العلماء من أباح الأطف ومن بين هؤلاء قطب الآئمة رحمه الله وقال بأنه يسوء الأطف بحيث يكون أطفا سابق على لاحق لأن الإيتاء إنما هو سابق على هذه الإيرانة ومعنى هذا أن الواوى لمطلقي الأطف سواء تقدم المعطوف على المعطوف عليه أو تأخر فلا تأخذوا منه شيئا أي لا يسوء لكم قط أن تأخذوا من هذا الذي آتيتمهن شيئا ولا إن كان لا يسوء أن يأخذوا منه شيئا كلمة شيء تصدق على أقل القليل فمعنى ذلك أخذوا الجميع غير سائق كذلك وهذا يعني أن أي حالة من الأحوال التي تؤدي للرجل إلى كره المرأة ومحاولة التخدص منها لا تسوء له أن يسترد شيئا مما آتها إياه سواء كان ذلك قد وصل إليها أو التزمه ولم يصل إليها بحيث يمنعها منه لا يسوء ذلك بأي حال من الأحوال إلا عندما يكون النشوذ من المرأة فعندما تكون المرأة هي الناشز في هذه الحالة يسوء له أن يأخذ منها ما آتاها أو بعض ما آتاها على حصب ما يتفقان عليه كما مر ذلك في سورة البقرة هذا وقد استدل كثير من العلماء بذكر القنطار هنا على أن صداق المرأة لا يتحدد بحد فيمكن أن يوفر حتى يكون شيئا كثيرا ولو بلغ مقداره القنطار لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر في مقام التشريع إلا المباحة وهذا روي أن امرأة ناظرت به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقد أخرج جماعة من المحدثين منهم أحمد أصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي والطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يحدد صدقات النساء بحيث لا تزيد على أربعمائة درحا وقال لو كانت المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يصدق أي واحدة من نسائه ولا أصدقت أي واحدة من بناته أكثر من ثنتين عشرة أوقية فأراد أن يجعل هذا هو الحد المحدد وفي رواية هؤلاء ليست سيادة على ذلك أن أحد الناظره أو أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا الذي أراده وإنما جاء في رواية أبي يعلى وسعيد بن منصور من طريق المسروق أن أمر رضي الله تعالى عنه ناظرته امرأة في ذلك فقالت أي أطين الله وتحرمنا وتلت عليه هذه الآية الكريمة فتراجع عن قراره ذلك وقال أصابت امرأة وأخطأ أمر وفي بعض الروايات كل الناس أفقه من أمر وأعلن ذلك على المنبر وهناك من العلماء من قالوا بأنه ليس في الآية الكريمة ما يدل على جواز المغالاة في المنهور الآية الكريمة وإن ذكرت القنطار فإن القنطار لا يفيد بأن إعطاء هذا القدر في الصداق أمرا محببا أو أمرا سائع أن إعطاء هذا القدر من الصداق أمر محبب أو أمر سائع بل ينبغي أو يؤمر بأن يقتصر على ما هو قصد ووسط بين طرفين الإفراط والتفريط وهؤلاء قالوا بأن ذكر القنطار في هذا إنما هو خارج مخرج المبالغة وذلك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطاه بنى الله له بيتا في الجنة مع أن مقدار مفحص القطاه لا يمكن أن يكون مسجدا فلا يكون هذا المقدار مسجدا ولكن خرج ذلك مخرج المبالغة وكذلك ما في هذه الآية الكريمة وذكر الفقر أن من هذا الباب قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ومعنى هذا أن ذكر الشرط لا يعني أن الشيء المشروط يجب أن يكون صحيحا فذكر الآلهة مع الله غير ممكن بحال من الأحوال وكذلك قال من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين مع أن قتل القتيل لا يكون سائغا بحال من الأحوال فلا يعني هذا أن إيطاء القنطار للمرأة أمر زائغ لا يعني تشريع هذا الحق هذا وقد يكون الشيء في أصله مباحا ولكن تترتب عليه مفسدة ولولي أمر المسلمين أن ينظر في درء المفسدة فقد يمنع الشيء المباح درء للمفسدة وعندما يكون التغالي في المهور لا ريب أن هناك مفسد على أن الأحاليث عن نبي صلى الله عليه وسلم تضافرت على الترغيب في تقليل صدقات النساء وكان أن نفسه صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذا في ذلك فإن الصداق الذي آتاه نساء والصدقات التي أصدقتها بناته كانت أمرا ميسرا ولم يكن شيء من ذلك أمرا صعبا فلذلك كان الإقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام مما ينبغي للمسلم أن لا يعدل عنه ومع هذا فقد جاءت الروايات من طريق ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة ربوان الله تعالى عليهم أن من خير النساء أيسرهن صداقة وياء في بعضها خير النساء أيسرهن بركة أيسر خير النساء أيسرهن صداقة أو أكثر النساء بركة أيسرهن صداقة هذا يعني أنه ينبغي للمسلمين أن لا يعزب عنهم هذا ولأولياء أمور المسلمين عندما يستشر الفساد بسبب التغالي في المهور أن يدرأ الفساد فإن درء الفساد أمر لا بد منه وقد يقدم درء المفسدة حتى على جلب المصلحة مع أنه لا مصلحة تتركب على المغالاة في المهور وجشع الآباء أدى بهم إلى عضل بناتهم عن الزواج فكثيرا ما يشترطون على الخاطبين أن يدفعوا الصدقات الغالية وهم كأنما يتفخرون بهذا الأمر وهذا مما سبب كثرة العوانس وسبب انتشار الفساد في الأرض فإن عنوس الفتيات إما أن يؤدي بهن إلى محاولة مقاومة داع الفطرة في نفوسهن فينتهي بهن الأمر إلى الأمراض النفسية والعصبية وإما أن يؤدي ذلك إلى الانفجار والأياذ بالله التي تتحطم معه الفلاء الضائل وتتلاشى معه الأخلاق وينتشر بسببه الفساد في المجتمع فكان تدخل أولياء أمور المسلمين في هذا أمر ضرر هذا والآية كسابقاتها من الآيات التي تدل على أن للنساء حقوقاً على أزواجهن ومن بين هذه الحقوق توفية ما استحلوهن به من الصدق فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرزاؤهن شيئاً من حقهن في ذلك عليهم أن يوفوا لهن هذه الحقوق من غير أن يرزاؤهن شيئاً من ذلك ومما يؤجب منه ما قاله الفقر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة بأن هذه المخالعة التي تكون بين الزوجين من غير أن تكون المرأة هي السبب في النشوز والرغبة في الانفصال عن الزوج خشية أن لا توفيه حقه لا تجوز أي المخالعة بهذه الطريقة ولكن مع ذلك قال بأنه لو لو وقعت المخالعة من غير نشوز من المرأة وإنما بسبب مضايقة الرجل لها و وافقت المرأة مكرهة أو ملجأة على هذه المخالعة فإن الزوج يملك الصداق وهذا كلام عجيب وقال بأن هذا نظير النهي في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوليا إذا نوليا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع بحيث أمر بترك البيع معنى ذلك أنه نهى عن البيع ولكن لو وقع البيع بين المتبايعين فالبيع معظم وهذا من ناحية قياس مع الفارق ومن ناحية أخرى هو قياس على أصل غير متفق عليه فإن صحة البيع أمر لم يتفق عليه إن كان بعد النداء الثاني للجمعة أي بعد نداء الصلاة فكثير من العلماء قادوا بفساد البيع في هذه الحالة بناء بناء على القاعدة الأصولية المعروفة بأن النهي عن الشيء يدد على فساد المنهي عنه فلم يكن في هذا اتفاق بين أهل الألم حتى يحمل المختلف فيه على المتفق عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بين الأمرين فرقا لأن في البيع معاوضة ما بين المتبايعين وقد كان ذلك برضاهما جميعا فالمشتري لم يظلم البايع شيئا والبايع لم يظلم المشتري شيئا ولم يلجئ البايع المشتري إلى أن يبيع لم يلجئ البايع المشتري إلى أن يشتري ولا المشتري البايع إلى أن يبيع فكل واحد منهم رضي كل واحد منهم رضي بالصفقة باختياره وأخذ ما أخذه هو عاوضة بحيث يأخذ البايع الثمن ويدفع إلى المشتري السلع هذه معاوضة ما بين الجانبين وإنما كان النهي عن الصفقة لأنها في الوقت الذي نهي فيه عن البيع فالقول بإثبات ذلك إنما هو مبني على رأي من يرى أن النهي عن شيء لا يدل على فساد المنهي عنه أما ما نحن بصدد فالأمر بخلاف ذلك إذ ما هنا إنما هو ظلم ظلم بين إذ المرأة استحقت الصداق بالأقد الذي كان ما بينها وبين الزوج وإن كان يسوغ له أن يسترد شيئا منه إن طدقها قبل أن يدخل بها فإنه بعد الدخول بها تستحق جميع الصداق إن ساغ له أن يسترد النص من الصداق قبل الدخول فإنه بدخوله بها يجب عليه أن يوفيها جميع الصداق فسستحق جميع الصداق فإن رزقها شيئا من هذا الصداق إنما رزقها حقا واجبا عليه لها فلا يسوغ بحال من الأحوال أن تقاس هذه المسألة على مسألة البيع بعد النداء يوم الجمعة هذا وقد دلت الآيات المتقدمة في سورة البقرة وفي هذه السورة الكريمة بأن استرداد الرجل للصداق الذي آتاه المرأة إنما يكون في حالتين حالة وقوء المرأة في الفاحشة عند إتيانها فاحشة مبينة أو عندما تكون ناشزا غير الراغمة في الزوج كارهة له تخشى الأجزة عن إقامة حدود الله بسبب هذا الكر الذي في نفسها له في هذه الحالة يسوه للرجل أن يأخذ من الصداق أو أن يسترد جميع الصداق أن اتفقت معه على المخالعة إن رضيت بأن تفتدي منه فلا حرج في هذه الحالة في هذه الكدية وأما إذا كان الكره من قبله لها فلا يسوه أن يجمع لها بين مصيبتين مصيبة كرهه لها وعدوده عنها ورغبته في أن يستبدل بها غيرها ومصيبة أن يرزأها ما لها الذي آتها إياه وقد استحقتهم منه بحكم الله سبحانه وتعالى لا يسوه له أن يستند شيئا منها أما لو كان الكره من الجانبين بحيث كانت هي كارهة له وكان هو أيضا كارها له وكل واحد منهما يريد أن يتخلص من الآخر ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين أهل الأل فأكثرهم على أنه بما أنه مشارك في الكر ليس له أن يأخذ منها شيئا وذهب وذهب الإمام مالك إلى أنه بما أن المرأة مشاركة للرجل في الكر وهي كارهة كما أنه كاره لها لا مانع في هذه الحالة من أن تفتدي منه أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا نعم شدد النكير على هذا الأخذ كيف يأخذ الرجل هذا المال الذي آتاهم رأته سواء بتسليمه له إليها أو بالتزامه بأن يسلمه إليها كيف يأخذه في هذا الأخذ مهتان أو هذا الأخذ نفسه مهتان وإثم مبينا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا كيف تأخذونه أترضون لأنفسكم أن تأتوا المهتانا والإثما المبين وكيف كان ذلك مهتانا نعم هو مهتاني ذلك لأن المرأة إنما يسوغ للرجل أن يسترد منها ما آتها إياه إن وقعت في فاحشة المبينة كما سبق فيما قبل هذه الآية الكريمة ومن شأن المسلم أن لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وقد نهي عن أضلها حتى يأخذ يسترد شيئا مما آتاها إلا إن أتت فاحشة مبينة ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من شأن المسلم أن يلتزم أمر الله فإن خالف ذلك واقترأ على أن يأخذ شيئا منه بهوى في نفسه أن يأخذ شيئا من هذا الصداق أو أن يأخذ منها جميع الصداق لهوى في نفسه وهي رغبته أن يستبدل بهذه المرأة زوجا أخرى فيصدقها ذلك الصداق كان في ذلك ما يؤذل أن استرداده لهذا الصداق إنما هو مبني على الحكم الذي سبق وهو أن هذه المرأة قد جاءت بفاحشة مبينة ذلك اتهام ضمني لهذه المرأة أو ما يورث شكوك الناس في هذه المرأة بأنها وقعت في فاحشة مبينة فلذلك استرد منها زوجها ما استرد فكان في ذلك بهت لها كان في ذلك بهت لها أي تضمن هذا الأمر بهت ضني لهذه المرأة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الصداق فرض على الرجل للمرأة وآتوا النساء صلقاتهن نحلة فرض لها عليه حكما من الله سبحان وتعالى فإن اكترأ الإنسان على مخالفة هذا الحكم كان بمثابة من يرد حكم الله سبحان وتعالى ويكذبه وذلك أيضا مهتان وإثم مبين ومن ناحية ثالثة فإن هذا الرجل بما التزمه من توفيتها حق حقها من هذا الصداق في العقل الذي كان بينه وبينها كان بذلك واعدا أن وفيها إياه فإن لم يفي بذلك فقد بهد حيث كذب وافترى الكذب لأنه فعل خلاف ما وعله ومن ناحية الأخرى ولعل هذا السبب يكون أظهر أن من المعروف بأن السبب في نزول الآية الكريمة ما كان العرب في جاهليتهم يصنعونه من مضايقة النساء عندما يحاولون التخلص منهم لاستداد لاستداد غيرهن بهم بإلصاق تهمة الفحشاء بهم إذ كان الرجل في الياهلية لا يبالي أن يلصق تهمة الفحشاء بامرأته وهي بريئة مما اتهمها به عندما يريد أن يتخلص منها لترد إليه الصداق حتى يتزوج به أخرى فبين الله سبحانه وتعالى بأن ذلك مهتان لأنه بهت لهن والمهتان هو الكذب المحير لأن المكتوب عليه يتحير منه ولذلك يقال المتحير مبهود فبهت الذي كفر تحير مما رآه فهذا الكذب يؤدي بالمكتوب إليه إلى أن يتحير منه من شدة ومعنى ذلك أن هذا كذب مبالغ فيه وبناء على هذا فقوله بهتانا إنما هو مصدر على وزن الشكران والكفران يأهد المصدر حالا محل الحال أي باهت وآثم وسوغ الزمخشري أن يكون هو مفعولا لأجله أي أن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله ذلك لأن المفعول لأجله قد يكون غرضا وقد يكون غير غرض فالألة فالألة قد تكون غائية وقد تكون باعثة وهذا يخرج مخرج الألة الباعثة كما يقال قعد فلان عن القتال جبنا فهو لم يقصد الجب ولكن لابسه هذا الجب أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا البهتان هو الكذب وفسر بالظلم وفسر بالإثم على هذا فالأطف عليه من باب أطف التفسير من باب أطف التفسير على المفسر ووصف هذا الإثم بكونه مبينا إما لأنهم قد علموا هذا الحكم من خلال ما سبق من الآيات كما في قول الله تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله وكذلك ما سبق من هذه الآية وإما لأنهم عرضوا بأن الأموال محرمة إلا بطيب نفوس أصحابها وأخذ هذا الرجل شيئا من مالها الذي استحقته بحكم الشرع من غير طيب نفسها إنما هو إثم ظاهر إثم مبين أي بين ظاهر وكيف تأخذونه وقد أفطى بعضكم إلى بعض هذا استبعال للأخذ ذلك لأن الأخذ لا مد من أن يكون على حال من الأحوال ولئن كانت أحواله جميعا مستنكرة وليس من المقمول أن يكون على حال من الأحوال فكأنما يستبعد أن يقع على أي حال من الأحوال يستبعد أن يقع وكيف تأخذونه وقد أفطى بعضكم إلى بعض كيف تأخذون هذه الصلقات منهن أو شيئا من هذه الصلقات وقد أفطى بعضكم إلى بعض معنى ذلك قد أفطيتم إليهن فأنتم أفطيتم إلى هذه النساء وما هو الإفطاء الأصل في الإفطاء أنه مأخود من الفضاء فكأن من وصل إلى شيء قطع الفضاء الذي يفصل بينه وبينه حتى لم يدع بينه وبينه أي فضاء فكان ملاسقا له وقد أفضيتم إليهن لأجل هذا فسر من فسر الإفطاء هنا بالمواقعة وهو المروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليه منه ابن عباس وابن مسعود وكذلك قال بهذا جماعة من التابعين فمن بعدهم وقيل الإفضاء هنا نفس الخلوة وهذا القول محكي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أيضا وقال أيضا بهذا القول جماعة من الفقهاء وهذا والذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أما القول الأول فقد ذهب إليه الشافعي وعززه كثير من العلماء وهو القول المعتمد عندنا وهو أنه إن وقعت الملامسة أي مجامعة فإن المرأة تستحق بذلك جميع الصداق أما الآخرون قال بأنها تستحق الصداق إن أرخى عليها ستران و كان سواء كان واقعها أو لم نواقعها وللمالكية في ذلك أربعة أقوال منهم من قال بأن استحقاقها لجميع الصداق إنما هو بإرخاء الستر ومنهم من قال إنما هو بالمواقعة ومنهم من قال بالتفرقة بأن أن يكون ذلك في بيته أو في بيتها أي إن أرخى الستر عليها في بيتها فلا يلزمه الصداق كاملا بخلاف ما إذا أرخى الستر عليها في بيته و منهم من قال بأن ذلك إن كان في مكان الزفاف أي زفت إليه وأرخى عليها سترا ففي هذه الحالة تستحق جميع الصداق ولو لم يباشرها هذا ولا إن كانت المرأة إنما تستحق جميع الصداق بالمباشرة فإن القول قولها بعدما أرخى عليها الستر إذ إرخاء الستر أي إغلاق الباب عليها إنما ومضنة مباشرتها فلذلك كان القول في هذه الحالة قولها والله سبحان وتعالى عبر هنا هذه العبارة البالغة إذ قال وقد أفضيتم إليهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذه العبارة فيها رقة لا تكون في عبارة أخرى ولذلك قال من قال من المعاصرين بأن هذه العبارة تثير المشاعر الحانية في نفس الزوج سواء بحيث يتذكر أمورا واسعة ذلك لأن الله سبحان وتعالى لم يذكر المفضاء إليه هنا وقد أفضى بعضكم إلى بعض لم يذكر كيفية الإفضاء وهذا يعني أموم جميع الأحوال التي تذكرها الرجل من المرأة يتذكر ما كان بينه وبينها من حليب يتذكر ما كان بينه وبينها من هموم يتذكر ما كان بينه وبينها من مشاعر الولد يتذكر ما كان بينه وبينها من المعاملة الحسنة ويتذكر ما كان بينه وبينها من الاستمتاع إلى غير ذلك مما يثير شيونه ويقتضي أن لا يجرؤ بعد هذا كله على أن استرد منها شيء